سيداتي الكرام بعد إذن حضراتكم أرجوك أرجوك أنا هضرب لك مثل بسيط هو زي ما قاله سيد أكرم هولي أنت دايما مصر أن الخواجة صادق ولا يكذب طيب إذا كنت تريد ذلك طب ما تبصوا على تصرحات كل بقى الجماعة الأجانب دول يعني ليه أنت بتنقي أو مش عارف أقولها لك إزاي بس بيتزقلك تقرير بتاع مؤسسة مثلا أو مؤسستين ويبقى أنت كده بس هما دول طب يا سيد إذا طلعت تقريبا مثلا من 6-7-8 مؤسسات ما تبصوا على البقى إذا كنت أنت بتحب تصدق الخواجة ودي في حد ذاتها الحقيقة أكبر انتصار للخواجة إنه يخليك مصدق إنه أمين هو مين قالك إنه أمين الخواجة دا اللي يا محتلك ويا مستعبدك كلنا في المنطقة دي بالكامل كلنا في قرطنا بالكامل الخواجة دا كان يقتل ويستعبد ويستحل وياخد كل مواردك ومش عاوز يعترف بحاجة وسرق ونهب وما رجعش حاجة ومش هيرجع حاجة وإنت طول الوقت مسدق اللي هو بيروّجه عن نفسه باعتباره دول العالم الحر باعتباره الدول التي تحب الحرية والإخاء والمسواة والعدالة وهي دول شديدة الدموية ولديها تاريخ دامي ومحزن ومؤسف ومتردي يعني حاجة مؤلمة جد قرن الثمنتاشر وقرن التسعتاشر وحتى منتصف القرن العشرين حاجة حقيقة مسيئة إلى أبعد الحدود لأي صورة إنسانية ممكن يتخيلها العقل البشري طب هو بعد النص التاني من القرن العشرين توقف الخواجة عن ذلك لا وابس غير الأليات غير الأدوات أنا بس أل حضرتك سؤال إمتى مصر تخلفت عن سداد التزام واحد كبر الالتزام أو كان صغير واحد ما حصلش طب هستأذنك نسمع مقتطف آخر لدولة رئيس الوزراء حول زيادة الصادرات خلوني نشوف هذا المقتطف لأنه مهم جدا كوما الحقيقة عملت برنامج مهم جدا كبرنامج جديد حيستمر لمدة ثلاث سنوات قادمة اعتبارا من العام المالي القادم وهو إنه حيبقى عندنا برنامج وده تم التوافق فيه مع مجالس التصدير والغرف التجارية حيبقى لمدة ثلاث سنوات بضوابط محددة سبتة ويمكن حطينا أول عام منه العام الثلاثة وعشرين وعشرين ما يقرب من أو تلاتين مليار جنيه دعم صادرات على الرغم من الأزمة الكبيرة جدا اللي العالم كله بيمر فيها واللي حضركم عارفين بالتأكيد مصر النهاردة وكل تركزنا على ترشيد الإنفاق وإن إحنا إزاي نحافظ على انضباط الموازنة ولكن كانت تأكيد إن قضية دعم الصادرات وزيادة صادراتنا دي قضية أمن قومي طيب زي ما قلتلك هذا المقتطف الحقيقة شديد الأهمية لأنه هذا المقتطف يتحدث فيه دولة رئيس الوزراء عن الصادرات المصرية ترجمة نانسي قنقر